الابن او البنت في سن المراهقة بتشعر انها مميزة او الابن بيشعر انه مميز عند بابا لو حصلت الصداقة ما بين الاب والام وابنهم في سن المراهقة اكتر حاجة بتقوي المناعة التربوية الصداقة المناعة التربوية الصداقة زي فيه مناعة في الجسم وفيه مناعة في التربية الصداقة المملأ حب بابا وماما بيحبوا ولادهم جدا هيكونوا صداقات معا والصداقة بتدي نوع من الاستقلالية أنا بصادق ابني فيه فرما بين التسلط والاستقلالي أعنى زي ابني يكون مستقل بحياته أدي له مساحة مساحة كويسة ياخد حريته فيها يعني ربنا عينه علينا يدينا مساحة من الحرية نتحرك فيها وعينه علينا هو بيدخل لإنقاذنا في قواة كتير جدا وفي نفس الوقت بيسيبني أقع عشان أتعلم من أخطائي فأنا ابني يعني علي هيقوم ويقوم زي فكرة إيه ابني الطفل الرضيع عشان يتعلم يمشي لو فضلت شايله على طول هيحصله ارتخاء ويحصله أنه مش عارف يتعلم يمشي بسهولة فلازم أسيبه في الأرض هيقع ويقوم ويقع ويقوم يصطدم شوات حاجات هيعيط شوية لو ساب علي وشلته ومسيبته في الأرض شايتعلم ماشي خالص أو أكتير محتاجين نسيبه ونقوي قلبنا شوية عشان يتعلم شوية بدله استقلالية عشان يشعر أن بابا مديني مساح وعيني عليه لأنه مش يسيبه ويتعرض لخطر ووقف اتفرق ويقول إيه هو لازم ينجي نفسه بنفسه هو لسه ما عندهش الخبرة الحياتية الكفاية لتساعده على أنه يكتازل التجربة دي بسهولة حقيقي لازم أنا أساعده ووجهه عشان لما يقوم منها يعرف أنه في حد معاه في صديق معاه زي يونسان لما أنقص داود كذا مرة من بابا شعر بصدقته ولما مات يونسان بكى عليه داود كتير جدا يعني ولما مات شاول ولا حد افتكره خالص فالصداقة مهمة جدا أديله كمان استقلالية وتميز تدي له اعتمادية اعتماد عطيف يكون عنده اعتماد عطيف البنت شابعان حب من بابا والولد شابعان رجولة من بابا الولد والبنت شابعين حنان من ماما رجولة وحب من بابا وحنان من ماما دا من مميزات الصداقة مميزات الصداقة طبعا مش ابني كبر خلاص ونقوله انه ولد بقى ولد وشحته كبير وولد وبقى صوته شن شوية فبشوف الولد بيرد ازاي بيتكلم ازاي والبنت مالها بتنطح معايا كده ليه وايه الجيل المهبب هو الجيل مش مهبب احنا اللي مش عارفين نوصل له مش عارفين تواصل المشكلة فينا احنا المشكلة في الكبار انا مش عارف يوصل للجيل دا الجيل دا جيل حلو احنا عندنا مميزات دا مش موجودة على ايامنا زمان احنا بس نشوفها مميزة بزبط هي جيل كويس جيل ذاكي جيل لو استخدمناها في التقدم اللي جاي ووظفناها كويس هيجيب نتيجة كويسة احنا بس نشوفها مميزة ايه المشكلات اللي ممكن تكون بين قوي او بيعانوا منها الاباء في سن المراحقة ايه ابرز المشكلات دي اللي موجودة في سن المراحقة وبيعانوا منها الاباء من خلال خبرات اوتسك وزي ممكن نشتغل عليها العناد والاستقرالية او العناد فعلا ابني عاوز يستقل مش عاوز يكون في حد وصي عليه دوني حريتي ولا له ولا ليه تسلط عليه هو شايف انه الرعاية الابوية رعاية تسلطية والاب شايف انه دوره انه يتسلط ما يعرفش انه دوره انه يرعى راعي في الرعاية هنا مش تسلط على قد ما هي حماية وحب وتوفير الامان ومساحة من الحرية والولاد حقيقي عشان نطلحهم حلوين فالابو الام او المجتمع مش بس الابو الام بس بيعاني المدرس في المدرسة بيعاني حقيقي صح الخادم في الكنيسة بيعاني بابا وماما في البيت بيعانوا الشارع بيعاني يقول ما لهم مش اجيل كله ومطلع كده لا عشان ما حدش بيدي توجيه سليم لا في المدرسة ولا في الكنيسة مش معرفين اتواصل بشكل صح معيهم بالطريقة لتوصل لهم ما فيش مهارة تواصل وامكانيات الجيل اللاحك بتتوفر عنده كل يوم امكانيات مختلفة وده بيخليه يكبر أسرع ويكبر في معرفة أكبر الطفل الصغير عنده إدراك أعلى بكتير قوي من الطفل اللي كان من عشر سنين أوه